أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن الحكومة شغلها الشاغل هو تمكين القطاع الخاص في القطاعات المختلفة التي تعمق من التصنيع المحلي وتزيد قدرات الدولة في التصدير وغلت تصرحات في ختام زيارته إلى بور سعيد لفت مدبولي إلى أن العالم بأسره أصبح يموج بأزمات لم يشهدها منذ عقود مضت إحنا النهاردة كدولة وكحكومة شغلنا الشاغل بمنتهى الأمانة وبدون مبلغة هو تمكين القطاع الخاص في القطاعات اللي النهاردة تتعمق من التصنيع المحلي بتاعي وتزود لي في القدراتي كدولة في التصدير وفي نفس الوقت تقليل الواردات وحضركم شايفين العالم كله إيه اللي بيحصل فيه والعالم بيموج بأزمات يعني العالم بأنه مش هقول ستين سبعين تمانين سنة العالم ما شفهاش والدرس المستفاد كل ما كل دولة تكون قادرة على امتلاك مقدراتها وإنها تكون قادرة بقدر الإمكان على الاكتفاء الزاتي وقطعات زي الصناعة تكون هي اللي بتقود الاقتصاد بتاعها كل ما حنكون قادرين إن شاء الله إن شاء الله على الخروج من هذه الأزمات ترجمة نانسي قنقر